وأن لا أحابي حزباً سياسياً أو في أجهوية أو دينية أو ثقافية ملابس أنيقة وقاعة فسيحة وطاقم وزاري جديد يؤدي القسم لاستلامه مهامه في المناصب التنفيذية هكذا كان المشهد من داخل القصر الجمهوري اليوم وخارج القصر لم يكن الشعب في حالة تسمح له بمتابعة هذه التفاصيل فضانك العيش وحالة الإحباط من الغلاء الفاحش وتفاقم الأزمات دفعت المواطنين إلى الخروج بمظاهرات احتجاجية انطلقت شرارتها من العاصمة الخرطوم حيث ندد المتظاهرون بالوضع الاقتصادي المريع رفعين شعارات تطالب برحيل حمدوك وأصبح شعار تسقط بس يدوي عالياً وسط الخرطوم كسلا هي الأخرى شهدت مظاهرات حاشدة حيث أغلق المحتجون كبر القاش في الولاية احتجاجاً على غلاء الأسعار وأزمة الوقود وتنام الجريمة وتعهد المحتجون بمواصلة المظاهرات لحين تنفيذ مطالبهم الاحتجاجات امتدت شرارتها إلى الضعين بشرق دارفور حيث خرج طالبة المدارس بشوارع المدينة منددين بنعدام الخبز والمواصلات ورددوا هتافات ضد الحكومة كما قامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم حكومة ولاية شمال كوردوفان أيضاً فرضت حظر التجوال في الولاية بعد أحداث الأبيض تحسباً لأي طارئ الاحتجاجات ازدادت وتيرتها في الأوينة الأخيرة وبدأت تأخذ منحنة تفلوتات الأمنية في مؤشرات يراها البعض بداية لثورة جياع تباين الصورة بين القصر والشارع يكشف حجم الهوة بين الطبقة السياسية الحاكمة وبين الشعب الذي خرج في يوم أداء القسم للحكومة مطالباً بإسقاطها أدافع عن سيادة البلاد وأدافع عن سيادة البلاد ترجمة نانسي قنقر